اشتركوا في القناة وكتبت قوة أفريقيا طبعا حضراتكو شايفين على مستوى طبعا لعبين الأفريقية أو من أصول أفريقية موجود ست لعبين موجودين في ريال مدريد طبعا نتكلم على رودلجا طبعا الألماني نتكلم على كمان ألبا نتكلم على كامافينجا نتكلم على كريم بنزمة على توخاميني طبعا ست لعبين أصولهم أفريقيا وطبعا مرقة الأسبانية في إشارة لقوة ريال مدريد الموسم القادم ويكتبوا يعني يسعدنا ولكن طبعا هؤلاء النجوم الأفرقى بيلعبوا طبعا لمنتخبات أخرى ولكن الريال الملكي بيستعد بقوة للموسم القادم على مستوى طبعا الدوري الأسماء الأسباني وعلى طبعا الاحتفاظ بدوري أبطال أوروبا للموسم القادم طيب لسه في أسبانيا هنروح لسبورت الأسبانية ركزت على مستقبل الجناحة الفرنسي ديمبلي كتبت ديمبلي القرار النهائي طبعا لسه ما فيش أي أخبار لديمبلي اهتمت الصحيفة كمان بأخبار سوء انتقالات برشلونة وتطورات القضية المهاجم البولندي طبعا لفندويسكي وكتب للباير ميونيخ استسلم ويتفاوض بشأن رحيل ليفا وأوتاماندي يقرر رحيل عن برشلونة ويقترب من فورنتينا منشستر يونايتد بيرغب في التعاقد مع فرانك دي يونج قبل 30 يونيو لسه في أسبانيا صحيفة طبعا الأسبانية اللي ركزت كمان على تعزيز الأندية الكبرى في أوروبا لصفوفها بلعبين كبار وطبعا مما يجعل طبعا دوري أبطال أوروبا القادم أكثر صعوبة وكتبت أكثر صعوبة مرة أخرى تتحدث عن طبعا بطولة أوروبا القادمة كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت بن جمهام يساوي 100 مليون يورو هنروح سريعا لإنجلترا صحيفة سن الإنجليزية اللي ركزت على أخبار منشستر يونيو وكتبت طبعا أخبار طبعا تين هانج ده المدير الفني الجديد للمان يونيو قال لكريستان رونالدو أنه لن يتم بيعه ورفض طبعا يونيو عرض مبادلة رونالدو مع برشلونة بشائم طبعا هاري ماجواير وقرر يعني وفرانك دي يونج يقترب من الانتقال طبعا للمان يونيتد مقابل 69 مليون جنيه سترليني لسه في إنجلترا صحيفة ميرور الإنجليزية اهتمت طبعا بمستقبل النجم البرتغالي كريستانو رونالدو اللي رفض منشستر يونيتد رحيله هذا السيف بشكل مباشر لجازتة دي لسبورت الإيطالية طبعا كمان اتكلمت عن هذا الموضوع لكن كلنا بنشوف الصحف الإنجليزية وبقاء طبعا كان فيه بعض الكلام يعني رحيل رونالدو هل المدير الفني الجديد عايز رونالدو لا لكن رونالدو مستمر مع المان يونيتد طيب نتير لإيطاليا ونروح لجازتة دي لسبورت الإيطالية اللي ركزت على تطورات ورغبة يوفينتوس لضم الأرجنتيني أنخل ديمارية وكتبت ديمارية لليوفينتوس أنا هنا اهتمت كمان بميلا وصفقة ماركو أسينسيو كتبت طبعا فيولي يوتي موافقة لضم بيسينسيو طبعا فيولي ده المدير الفني اللي إيس ميلا لاعب بيول عليه لاعب مثالي بالنسبة للمسابقات الأوروبية أكيد زي ما بقول لحضراتكم الماركاتو مشتعل كل نادي في أوروبا في الدوريات الخامسة بيحاول بقدر الإمكان أن يدعم صفوفه وبطولة كمان البطولات القادمة هتكون أصعب كثيرا جدا 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 كل الأندية الكبيرة بتدعم بشكل كبير بأرقام كبيرة جدا كله بيسعى لتدعيم صفوفه لخوض طبعا منافسات الموسم القادم طبعا بعد طبعا كاس العالم القادم لكن هتكون منافسات قوية كالعادة وخاصة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم هيكون مشتعل كالعادة